يقول لحضراتكم كمان أن يمكن من موسيماني يعني بيدرس نادي الدحيل مش بس من قبل ما يسافر إمبارح هو في الطيارة كان قاعد بيتفرج على مباريات نادي الدحيل بيدرس نقاط القوى والضعف بيدرس فريق الأهلي ويمكن التشكيلة الأفضل بالنسبة للعيبة في مباراة الدحيل وهي أول مباراة طبعا يوم 4 فبراير يوم الخميس الجاي إن شاء الله أول مباراة في المونديال في يعني حالة من أن احنا مركزين بس في المباراة اللي جاية ما فيش أي كلام بين اللعيبة بين الجهاز الفني عن مباراة بارن ميونيخ ما فيش أي كلام أبدا عن المباراة دي كل التركيز بس في مباراة الدحيل واعتقد أن هي دي الاحترافية أن أنا بشوف الخطوة اللي جاية اللي أنا داخل عليها أنا دلوقتي عندي مباراة مهمة هي مباراة الدحيل القطري أنا بحضر لها وبراتب لها بأفضل طريقة ممكنة أشوف أفضل تشكيلة ممكن تلعب المباراة دي أفضل خطة بالنسبة لي مباراة بيرن ميونيخ مش وقت ابدا ان انا افكر فيها بناخد الامور طبعا خطوة بخطوة يا احمد. طبعا نفسنا كلنا يعني الاول نتجاوز عقبت الدحيل وبعد كده يكون لكل مقام المقال نشوف بقى مطش البيرن ده هنفكر فيه ازاي. انا قلت حضراتكم في البطولات النوكاوت خروج المغلوب دي بتبقى كل الاحتمالات مفتوحة. ويا ما شفنا الحقيقة اندية حتى على مستوى مصر هنا شفنا اندية محدش سمع عنها قبل كده بتطلع اندية كبيرة جدا في بطولات الكاس. عشان كده بقول انه محدش يحط يعني المقارنات دلوقتي. خلينا الاول نفكر في الهدف الرئيسي بتاعنا هو مطش الدحيل ومطشه بالتأكيد مسهل على الاطلاق. فرقة الدحيل فيها اسماء ملعار التقيل. لكن كلنا ثقة في نجومنا. ان شاء الله بإذنان هم يتجاوزوا المباراة الأولى. وبعد كده نبقى نتكلم على بقية المشوار. نعدي مع حضراتكم على اخبار النهاردة بسرعة. والحقيقة يمكن بعثة النادي الاهلي بالمونديال تلقت اختار بيفيد انه المسحة الطبية اللي تم اجر مساء امس جاءت جمحة الحمد لله طبعا سلبية لكل افراد التاقم الفني والاداري والطبي وايضا اللاعبين. باستثناء طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. اللي مسحيته مبارا جات ايجابية على الرغم انه كان عمل مسحة طبعا قبل مغادرة القاهرة وكانت مسحة سلبية. على كل احوال هو ما فيش الحمد لله يعي حتى اللحظة ما فيش اي عارض ظهرت عليه. حالته مستقرة جدا واكتر من ممتازة. لكن طبعا في احترام شديد جدا لكل التعليمات الطبية وال الاجراءات الوقائية. وبنان عليه هيتم عزله لمدة 72 ساعة. وبعد كده يكون فيه اعادة المسحة مرة تانية عشان ان شاء الله بإذن الله يتطمن عليه وعلى سلامه. نروح بقى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللعقد اجتماع. طبعا النهاردة علشان يرحب ببعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي. ده كان النهاردة الدهر عبر الفيديو كونفرنس داخل احدى اللقاعات المخصصة للنادي بمقر اقامته. والاجتماع ده شهد طبعا ترحيب ببعثة النادي الاهلي. وليلة من انطلاق منافسات بطولة كاس العلم للاندية. وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي. ومن وصطق الاهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم او الفيفا. الكابتن كمان سيد عبدالحفيز كان موجود والجهاز الفني بقيادة موسيماني. ولعيبة النادي الاهلي. وسامير عدلي المدير الاداري والجهاز الطبي والاداري. الاجتماع شهد ان هو يعرف اللعيبة كل التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة. يشرح لهم كمان كل التعديلات الخاصة بالتحكيم واللواقح المنظمة للمنافسات. ده غير طبعا ان هم اتكلموا عن كل الامور الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية. للتصدي لفيروس كورونا. بجانب العديد بقى من الامور الفنية والتنظيمية واللاحية المتعلقة بمشاركة النادي الاهلي المرتقبة في كاس العالم للاندية. طيب احنا كمان دقائق خليني اقول لحضراتكم وانتو بتتابعونا كده كمان دقائق هيبتدي تمرين الاهلي الاول استعدادا لمباراة الدحيل وان شاء الله هننقله لحضراتكم على الهوى. بس خليني اروح الحقيقة لغاية لما نجهز او زميلنا يجهزه هناك يعني هنتابع على مدار الحلقة طبعا وهنجيب اخر الاخبار من مقر البعثة ومقر تمرين النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم كمان انه الجهاز الفني الفريل اول بنادي الاهلي بقادة طبعا مستر موسيماني كان حريص على متابعة عدد كبير من مطشط الدحيل في الفترة الاخيرة. الدحيل زي ما قلت لحضراتكم السيزن ده ما هوش الاحسن بالنسبة له. يعني هو يمكن بقاله فترة طويلة جدا تقريبا شبهم سيطر وتقريبا بيقدم اداء في منطقة القوة وبيفوز بكل البطولات لكن السنة ده يدحيل غير. وعلى الرغم من كده يمكن استعداده للبطولة دي استعداد خاص جدا. طبعا هو دعم صفوفه بشكل كبير زي ما قلت لحضراتكم من صفقة الدوري الياباني لعيب افريقي على مستوى عادي. جاب تلت اهداف يمكن في المطش السودساء الاخير مع الاهلي القطري. جاب لعب ايراني في وسط الملعب برضو بالاضافة طبعا لخط هجوبه المماز جدا جدا والي يعتبر اقوى خطوطه. فمش هنقص على مستوى الدحيل لكن الراجل بيذاكر بشكل كبير جدا وعمل جلسات واجتماعات مع سناء تحليل اداء بالفريق. عشان يقدر يقرأ ويتعرف على مناطق القوة ومناطق الضعف في فرقة الدحيل. وان شاء الله بإذن الله تكون رؤيته واختياره لطريقة اللعبة والتشكيلة همس النادي الاهلي. ان شاء الله تأمن لنا الفوز وتجاوز ولخطواتنا في مشوارنا بالمونديال. اشتركوا في القناة